تحياتي لكل عم بتابعونا عبر موقع فوشيا وحبين يعرفوا أخبارنا الفلكية من أسبوع الثاني من شهر نوفمبر 2019 ورح نبدأ مع مولود برج الحمل عزيزي مولود برج الحمل يبدو أنك مشتهد في إعادة بناء نفسك للتعويض عن المشاكل يلي أنت مرأت فيها بالسابق على الصعيد المهني وأما عاطفيا تبدو متحمس لإحياء وضعك العاطفي مع الشريك بالإضافة لف مفاوضات مالية بطريقة لألك مولود برج التوري اللي عم نشوفه قد تتنوع اهتماماته وحظوظه المهنية فالفلك عم يتحدث عن إنجازات وفرص رائعة بانتظارك وقد يكون لها امددات أو حتى تمددات إلى مكان بعيد أو تتعلق بالخارج وأما عاطفيا قد صممت وعزمت وأرلت أن لا تكون وحيدا على الصعيد العاطفي بالإضافة لمكاسب مالية أو ترئية منتظرة مولود برج الجوزاء قد تواجه بعض المراوغات على الصعيد العاطفي وتبطر للسقوط عنها وأما مهنيا قد يأتيك الدعم من جهة بتعرفة وكأنك أمام سلوك لاتجاه آخر أو جديد على الصعيد المهني بالإضافة لأهتمامات بتتعلق بقضية آنونية أو أوراق مهمة مولود برج السرطان يلي كمان الفلك عم يتحدث أنك ممكن تتعرض لموقف محرج أو مواجهة معجهة على الصعيد المهني وأما عاطفيا تبدو علاقتك مع الشريك بحاجة للتهدئة والتفاهم فالفلك عم يتحدث عن تباعد واستفزازات ونوع من النفور فكن حذر بتصرفاتك بعلاقتك مع الشريك مولود برج الأسد قد تتبدل ظروفك المهنية ولكنك معرض لبعض المواجهات أو التوترات ولربما بعض السرسرات يلي ممكن تتطرك لاعتماد سلوك جديد أو حتى اسلوب جديد أو مسار آخر وأما عاطفيا ترغب في الاستمرار بعلاقتك مع الشريك رغم أنك منك مطمئن لكل اللي عم بيصير بعلاقتك معه مولود برج العزرائي اللي كمان عم نشوف أوضاعه العاطفية بحاجة لمعالجتها بطريقة ودية أكتر وأما مهنيا ممكن تعيش بعض التناقضات وأمكانية حصول صدمة إيجابية بوضعك المهنية تبدو قريبة مولود برج الميزان يبدو أنك بحاجة لمرائبة مصاريفك وضبط ميزانيتك المالية وأما عاطفيا قد تدخل بعلاقة سرية ولا ربما هالعلاقة السرية تكون سبب بعض البلبلات اللي ممكن تعيشها وأما مهنيا قد تدخل بتجربة مهنية جديدة لتحسين وضعك المالي بالإضافة لتطورات تعتبر إيجابية على الصعيد المهني مولود برج العقرب ممكن أو قد يكون أول اهتماماتك وممكن تركز على شراكة مهنية حي الشراكة المهنية بوجوه جديدة أو بوجوه غريبة عنك وتبدو متخوف من نتيجة وأما عاطفيا عبتشعر بالنقص بعلاقتك مع الشريك والفلك عب يتحدث عن استقبال لزوار من الخارج مولود برج القوس عقبات وقت وعات ممكن أن تمنع تقدمك وكمان تمنع تقدمك المهني ولكن الفلك عم يتحدث عن مخاوف من قضايا أنونية وأما عاطفيا تبدو غير متقبل للواقع يلي أنت عم بتعيشه وممكن يعكس هيدا الشي على علاقتك مع الشريك مولود برج الجدي اللي كمان عم نشوف أنه ممكن ينفرض عليه مسارات أو اتجاهات جديدة على الصعيد المهني وممكن يضطر لمجاراته حرصا على سلامة وضعه الوظيفة أو حتى المهني أو حتى مشاريعه فالوضع يبدو إيجابة رغم أنه هالقوانين اللي عم تنفرض عليك أو المسارات أو الاتجاهات اللي عم تنفرض عليك وأما عاطفيا فمنقلك ابتعد عن فرض شروطك ووجهات نظرك أو خياراتك على الشريك مولود برج الدلو يلي كمان عم يلاقي الترحيب بوجهات نظره على الصعيد المهني والفلك كمان عم يتحدث عن زوال للتعائدات العملية السابقة وأما عاطفيا قد تواجه بعض المشاكل الصغيرة يلي ممكن أنه تكون سبب بالالتهاء عن علاقتك مع الشريك وممكن تأثر على علاقتك من الناحية السلبية يعني تأثر على علاقتك فيه سلبا مولود ده برج اللحوت يلي هو آخر الأبراج معنا يلي كمان ممكن أو حتى كمان قد تأتيك بعض الأعمال بدون أي جهد واللي ممكن أنه تكون سبب بإراحتك إن كان على الصعيد المادي أو حتى على الصعيد المهني بالإضافة إلى أنك عم تنتظر خبر أو إجراءات معينة لتثبيت أقدامك أو حتى لنيل الحزوز بمشاريع أنت قدمت عليها أو حتى عم تتمنى تكون من نصيبك وأما عاطفيا عم تشعر بالانقباض من تصرفات الشريك الغامضة تجاهك ولكن بكل الأحوال رغم هالانقباض أو رغم القلق يلي بجواتك إلا أنه الأجواء العاطفية تبدو إيجابية أكتر ولكنك معرض للحسد ومعرض لبعض الاستفزازات بسبب ما تدخلات عائلية ممكن تشوشر عليك أو تدخلات من محيط أبعد شوي هذه كانت قرأتنا للأبراج 12 إن شاء الله تكون نالت أعجابكم لكل على بيلون نساعدهم بحل مشاكلهم إن كان العاطفية أو حتى المهنية وكمانا بيلون يعرفوا أكتر فيهم يتوصلوا معي عبر أرقامي على 0961-77-85-86 والرقم الثاني اللي هو 0961-77-85-87 أرقامي متوفر عليها التطبيقات الواتس أب والإيمو لكل على بيلون توصلوا مع عبر هالخدمات أو هاي التطبيقات تدلكم بألف خير أنا جمال أوهب بوضع كونو بقلقون لقونا بحلقة جديدة وتوقعات جديدة باي باي